بالنسبة للمواد الغذائية التي تبقى على الطرقات دون أن تصل إلى بعض الضوائر المتضررة في منطقة الحوز هذه فكرة وفيديو ما رأيته هذا مطار عنده درجة نارية يعني يدر مجهود ويأخذ بعض المؤان ويطلعهم في البست ويوصلهم للضوائر ربما الله أعلم ولكن الفكرة ممتازة يعني أنه عادة الدواب هي اللي كتقدر تسلك تلك المساليك الصعبة ولكن لدي واحد تساؤل عند ذلك المطاع ذلك الكلوب دو مطاع اللي كي يديروا مسيرات مرة مرة في بعض المناسبات الأخيرة لا بأس يمشيوا لهذه الطرقات ويهزوا هذا يمشيوا يعني برخصة ويأخذوا هذا المؤان ووصلهم للضوائر حيث عندهم ذلك الموتو وما تبارك الله ما يرين في سياقة درجة نارية الكبيرة والسلوك اللي واحد قد جهدوا بعدها ما يبقاش ذلك شي ضايع في الطرقات ولا حوله ولا قوتي إلا بالله العلي العظيم بطبيعة الحال كي قد تساؤل ما يكون اللي يخلل هذا المواد الغذائية وهذا الألبسة وهذا ما يحتمى في الطرقات ربما أن الناس في الدور كيهرتوا كيخدوا وما عندهم مش الوسائل باش يقدروا يديروا دك شي كلوا الدوار ديلهم كي يخدوا شوية ويخلوا شوية ويعزلوا وإلى خيره والله أعلم ولاني كنأكد على هذه القضية ديال هذوك المطاع اللي كنشوفهم غير في مناسبات ديال الفرحة وديال هذا ومناسبات الوطنية أيضا الحمد لله ولاني هنا ده با أنتيني وقت حزة هذا يعني لبأس هذوك المطاع يجيوا كنضن عنا المئات يديروا قافلة ويمشوا بطرقات وكل ما كان شي واحد اللي جاب شطافات ولا شي حاجة وما عرفناش علاش وكي يحطك شي يرجع في حاله ولا معتشنه الله أعلم هم يكملوا الخدمة ويطلعوا في البيست بليموطوديا لهم ويوصلوا للدوار وفيها مغامرة وفيها هذا يعني مزيز طيب وأما فيما يتعلق بالجهة الرسمية لا يمكن أن نرسلوا الانبهار ويعني تبارك الله على الجيش الملكي المغربي اللي يعني نصب خيام ودار مطاعم ومستشفيات ميدانية بطبيعة الحالة هذا معروف عليها شي هذا الضباط في المستوى العالي يعني يواكبون الناس ويساعدونهم في المرحلة الصعبة التي يجتازونها تبارك الله تبارك الله هذا الجيش الملكي الذي قادر ينشأ مطعام فرنشة عين وضباط هو نموذج ضابط بالبتسامة يعني إنساني جيش إنساني يدير مطعم ويعامل المنكوبين كأنهم في خمسة نجوم يعني ممكننا غير يعني نعطو التحية نكونوا عسكريين ولا مدنيين الحمد لله تشوف شوف يعني الحالة النفسية كيعالجوها ديالدوك المنكوبين وأنا كان عرف حيت درت التدريب العسكري وكان عرف لأنه يعني عندهم تكوين الناس عندهم تكوين يعني في جميع الميادين شو تبارك الله المخبازة الدارت فرنشة عين وشوف تبارك الله شوف وهذا عرب طبعاً على أن الجيش الملكي جيش قوي جداً والإنساني الذي تظهر في هذه المواقف هذه تنم عن قوته ولا شك أنهم ضباط الجيش الملكي أسود في الواقع كيهلكو كل منطقة يعني ذاك الناشيدة ديالجو شرب الصحة حقيقة في الميدان كيف مكانت الظروف تحياتي هو آخر القول الله يلطف بينا الله يحد الباس الله ينجي جير مغريبة من كل شر نحن ذاك شكراً شكراً المترجم للقناة